ومن الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف للوقوف عند آخر التطورات ما الجديد الذي لديك وهل هناك ما يلفت عن غير ما شهدناه في الأيام الأخيرة؟ جزيل يمكن القول أن اللافت في التطورات الأخيرة هو استهداف إسرائيل لعدد كبير من المنازل وهو ما رصدناه يوم أمس إذ معظم البلدات التي قصفها يوم أمس والتي يقصفها عادة بشكل يومي كان يوم أمس التركيز على منازل مدنيين منازل السياسيين في عدد كبير من المناطق اللبنانية وقد يكون هذا هو السبب قيام حزب الله اليوم باستهداف أيضا منزل في مستعمرة لمطلة حيث كان أشار في بيان إلى أنه استهدف منزلا في مستعمرة لمطلة فيه جنود أو تجمع لجنود إسرائيليين لذلك قد يكون هذا هو السبب عملا بالمعادلة التي كان أطلقها أمين عام حزب الله المدني بالمدني والجندي بالجندي لذلك قد يكون هذا هو السبب خصوصا وأن أعداد كبيرة جدا من المنازل كانت استهدفت يوم أمس حتى اليوم أيضا هناك تم استهداف منزلين في منطقة كفركلة إضافة إلى قصف تركز على بلدات الخيام وعيد الشعب ويرون منذ حوالي الساعة كنا نسمع صوت القصف الذي كان يتركز على بلدات يارون إضافة طبعا إلى اللبون والنقورة وعلم الشعب البلدات التي ذكرتها أيضا كان هناك عدد من الغارات اليوم استهدفت هنا عيد الشعب خلفنا في النقطة نفسها التي يتم الإغارة عليها بشكل يومي أيضا غارة في مرتفعات حلت غربي كفرشوبة في القطاع الشرقي وغارة أيضا في مجد الزون يعني هي سلسلة غارات بدأت منذ ساعات الصباح أيضا منذ بعض الوقت أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى أنه استهدف أيضا موقع حدب البستان الإسرائيلي في القطاع الغربي لذلك من المتوقع أيضا بأن يكون هناك رد إسرائيلي في قصف البلدات المقابلة لذلك الموقع يعني هذه هي حصيلة المواجهات لساعات الصباح الأولى مع الإشارة إلى نعي حزب الله لعنصر من عناصره نعاه في ساعات الليل وهو بحسب المعلومات كان في أحد المنازل التي كان استهدفتها إسرائيل يوم أمس هنا كان هناك أحد المنازل في منطقة لخيام مبنى مؤلف من عدة طوابق تم استهدافه وعملت الجرفات في ساعات الليل على رفع الردم وبحسب المعلومات أن من تم نعيه من قبل حزب الله هو أحد العناصر الذي كان موجودا في ذلك المنزل نعم ناهد أيضا بالنسبة لإستنفار الجيش على الحدود الجنوبية واليونيفل وكنا قد تبعنا بيان صادر عن قائد الجيش جوزيف عون حول حساسية الوضع نعم بالفعل وحتى كانت هناك معلومات نقلتها الصحف اليوم عن إمكانية استقدام عدد أكبر من المتطوعين في الجيش اللبناني أو من عناصر للجيش اللبناني من أجل نشرهم على الحدود اللبنانية يعني هي أقوال الصحف كانت صباح هذا اليوم عشية تعيد الاستقلال هذا مطلب قديم جديد على كل حال كنا نحن عادة نرصد سيارات الجيش اللبناني صحيح بالفعل يعني كان هذا مطلب قديم بأن يكون هناك تواجد للجيش اللبناني والجيش اللبناني حصرا بأن تكل له مهمة الدفاع عن لبنان يعني هذا المطلب قديم جدا ودائما يتم الدعوة إليه لأن يتسلم أو تكون الحدود اللبنانية حصرا بيد القوى الشرعية المؤسسات الشرعية أولها الجيش اللبناني الجيش اللبناني نحن دائما نرصد سيارات أو الأليات التابعة له بمواكبة مع قوات اليونفل على الشريط الحدودي في عدد كبير من البلدات خصوصا وأن معظم البلدات هنا فيها مراكز لقوات اليونفل غير المركز الرئيسي في منطقة النقورة دائما تكون هناك هذه الدوريات تكون بمواكبة من عناصر من سيارة قوات اليونفل هل وسائل العلم اللبنانية أشارت بأي طريقة إلى دور ربما أكثر حيوي للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية بالنظر إلى الخشية من أن تتطور الأوضاع في الحدود الجنوبية اللبنانية والشمالية الإسرائيلية جزيل الجيش أيضا معرض للاستهداف منذ بعض الوقت تم استهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة الوزاني ولم تقع أي إصابات ولكن كان هناك أضرار كبيرة في مركز الجيش في تلك النقطة سابقا أيضا كان هناك دورية للجيش اللبناني تعرضت لإطلاق رصاص من قبل أيضا الجنود الإسرائيليين لذلك تنقلات الجيش تكون عادة بمواكبة مع اليونفل أيضا حماية لهم لأنهم أيضا في خانة الاستهداف نظرا لعدة مرات رصدنا محاولة استهدافهم معظم التحركات عادة تكون عندما يكون هناك بعض الضحايا أو الجرحة أو القتلى الذين يكون هناك طلب بإخلائهم يكون هناك دور للجيش اللبناني مع الصليب الأحمر مع قوات اليونفل في القيام بذلك أيضا سابقا عندما كان هناك بعض الرعاة الذين كانوا علقوا في أحدى البساتين بسبب القصف الإسرائيلي أيضا قام الجيش اللبناني مع اليونفل بإخلائهم يعني هي دائما تكون مهمات مشتركة وليس الجيش لوحده لأنه بطبيعة الحال عرضة أيضا للاستهداف من قبل الجنود الإسرائيليين نشكرك على كل هذه الإضاحات رفقتنا من الجنوب اللبناني مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف شكرا لك ناهد